شهد صباح اليوم مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان حفل تسليم وتسلم المهام بين الوزير السابق أحمد محمد حسن والجديد جمع عربي بحضور الأمين العام للحكومة تقرير أحمد ياسين بطرحول بعد تشكيل حكومة الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري عام 2017 والتي دمجت فيها بعض الوزارات فقد جرى اليوم بوزارة العدل وحقوق الإنسان حفل تسليم وتسلم بين الوزير السابق أحمد محمد حسن والوزير الجديد جمع عربي بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالإصلاح المؤسساتي آسيا أبو من جهته الوزير السابق أحمد محمد حسن عدد الإنجازات التي قام بها في فترة عشرة أشهر من أهمها تعديل قانون حماية الأطفال والقصر وكذا قانون منع عقوبة الإعدام في شاد داعيا في كلمته جميع العاملين في السلك القضائي مساعدة الوزير الجديد لإكمال المهمة والرسالة السامية للدولة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون أما الوزير الجديد جيمي عربي قدم أجزال الشكر للسلطات العليا للدولة بتكليفه حقيبة وزارة العدل وحقوق الإنسان مؤكدا بأنه يعطي العمل والجدية الأولوية وهذه أمانة وتكليف وليس التشريف وفي ختام الحفل تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم ترأست صباح اليوم الأمين العامة للحكومة سيدة أسيا أبو وحفل تسليم وتسلم بوزارة البريد وتقنيات الإعلام والاتصالات الحديثة بين الوزير السابق محمد الله طاهر والوزير الجديد سيدة مادلين ألينجي تقرير بحر الدين أبو شافي دوت تنفيذا للسياسة الوطنية التي وضعتها الحكومة حول تحسين المؤسسات الإدارية جاء تعديل الهقائب الوزارية والتي شمل العديد من الوزارات في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاني فقد سلم وزير البريد وتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة محمد الله طاهر مقاليد الوزارة إلى وزيرة الإعلام والاتصالات مادلين ألينجي الناتق الرسمية باسم الحكومة المكلفة بالجمعية الوطنية وفي هذا الصدد فقد تحدث الوزير السابق محمد الله طاهر عن الإنجازات التي هققها خلال فترة عمله في الوزارة مطالبا العمال بالوقوف مع الوزيرة الجديدة ومساعدتها في تنفيذ المشاريع التنموية التي تتمثل في شركات الاتصالات الحديثة وفي كلمتها وزيرة الإعلام والاتصالات مادلين ألينجي أشارت إلى أهمية الوزارة شاكرة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياها مطالبة عمال الوزارة بالوقوف معها حتى تؤدي رسالتها التي أقلت إليها وفي نهاية مراسيم التسليم والتسلم تم توقيع على دفدر المهام أمام الحاضرين سلمت وزيرة السابقة لوزارة الصحة العامة سيدة انجربتنا كرميل سكاد مهام وزارة الصحة إلى الوزير الجديد لوزارة الصحة العامة عزيز محمد صالح جرت المناسبة بمقر الوزارة تقرير هارون أباد بعد أحد عشر شهرا قضتها على رأس وزارة الصحة العامة فإن الوزير السابق انجربتنا كرميل سكاد تسلم الحقيبة الوزارية إلى سيد عزيز محمد صالح الذي خلفها في التشكيلة الوزارية لحكومة الرابع والعشرين من ديسمبر ومن المألوف تقديم الخطب حيث تحدثت وزيرة الصحة العامة السابقة انجربتنا كرميل سكاد قائلة إن الوزارة تمكنت من إنجاز العديد من الخدمات خلال أقل من سنة أبرزها المنتدى الإقليمي حول الإسلام ورفاهية المرأة حيث اتضح خلال عمال المنتدى أن الإسلام كفل للمرأة والبنت حق التعليم والصحة البدنية الجيدة وذلك بمكافحة العادات الضارة التي تمارز ضد البنت والمرأة كما أن الوزارة وضعت إطارا مرجعيا للمراجعة المحاسبية وتم استيراد سيارات للإسعاف مجهزة بكل المعدات إلا أنها لم توزع بعض للمناطق المستهدفة يأتي كل ذلك في سياق تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية الصحية ومن ناحية أخرى أبدت قلقها إزاء انتشار صيد غلياد والعيادات الطبية بشكل عشوائي الأمر الذي دافع بها إلى إلغاء إصدار التصريح كما أن هناك مشروع قيد التفاوض مع الصندوق العالمي لتوفير الاحتياط اللازم للأدوية وتأمين صحة الإنجاب ونشر الوعي للتبرع بالدم الوزير الجديد عزيز محمد صالح هنأ الوزير السابق على العمل الذي أنجزته ودعا الفنين والإدارين إلى تسخير الطاقات والحضور الزهني خلال العمل وتبادل الثقة لأن قطاع الصحة العامة يعتبر قطاعا حيويا وفي قمة الأولويات وحث على ضرورة الانضباط بساعة العمل وأن المهمة الأساسية لوزارة الصحة العامة هو ضمان مجموعة الخدمات والإجراءات الوقائية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات المعنية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين والحلول دون حدوث الأمراض وانتشارها وعقب ذلك جرت العادة بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزيرة السابقة وخلفها عزيز محمد صالح بحضور الوزيرة بالأمانة العامة للحكومة المكلفة بالإصلاح أسيا أبو واقتتم الحفل بتقديم التهاني والتبركات للوزير من قبل الفنين والعملين بوزارة الصحة العامة والشركاء الفنين والماليين وبعض المدعيين